اتنبأ ليها انها يكون لها مستقبل ما حصلش في الغنى وصابت عليه والضايقة علشانها انها ثابت ومشت في اخر المشوار وماكملتش معه القطوات النهائية وعلشان كده قرر انه يساعدها من البنت اللي كازم الساهر وقف جنبها وغنت معاه بعد سنين من بعده عن الغنى مع الستات كازم الساهر عمل حفلة في مصر بعد غياب سنين وطبعا كانت الحفلة مليانة جمهور كبير جدا وهو الناس ما بتصدق انه يعمل حفلة ودي بقى كان فيه مشاهير يامة من محبين المطرب العراقي وكمان جمهوره اللي طول عمره في مصر بالملايين بس كان فيه مفاجآت كتير في الحفلة مش من اللي كازم معود الناس عليها وكانت جديدة والأول مرة واللي كان منها ان واحد من الجمهور يطلع يتصور معاه ويبوسه من غير ما كازم ينزعج ولا يتخض ما بيتخض بس اول ما حد يلمسه ويجي جنبه بس ده حصل في الحفلة وكازم ما تخضش ولا حاجة وعدد اما بقى كمان كان من المفاجآت انه طلع بنت تتغني معاه في الحفلة وكمان وقف يسقف لها ويقولها الصغيرة كبرت ومبقيتش طفلة خلاص هنا بقى الكلام على سهيلة بهجت ودي كانت مشاركة في اول موسم من مواسم برنامج دفايس كيتزا واللي كان كازم السهر من لجنة التحكيم الخاصة به سهيلة بقى كانت في فريق كازم السهر بس خرجت قبل الحلقة النهائية على طول حصل لها ساعتها حالة من الانهيار ما هي كانت طفلة برضو عندها 14 سنة بس ووقتها كازم السهر سندها ودعمها وقال لها انها تبقى نجمة كبيرة لانها تستاهل وصوتها حلوة فعلا بس ما كانتش سهيلة متخيلين من السنين هتلف بالشكل ده وحلم حياتها يتحقق بعد سنين كتير وده بعد ما حد تبع كازم السهر كلمها لشان تشارك معاه في اغنية دويتو مش على المصرح اوي او اي حاجة لا ده في الالبوم بتاعه على طول وهتعمل معاه لدويتو ايه ما كانتش مسدنها ان حلمها فعلا بيتحقق بعد كل السنين دي وهتقف جنب كازم وتغني معاه وتبقى سهيلة باجت كده هي البنت الثالثة اللي عمل معها كازم السهر دويتو في حياته بعد ما اجدى رومي واسمان منوت ودي حاجة كبيرة جدا طبعا يبقى هو شايف قد ايه هي موهبة بس دي ما كانتش التجربة الاولى للقيصر مع متسابقين لانه قدم قبل كده اغنية مع مجموع من الاطفال بس سهيلة خلاص ما بقتش طفلة وبقت ست البنات دخلت التاريخ من اوسع ابواب وبانها مش بس شركت اغنية في الالبون بتاعه لدي كمان وقفت جنبه وقدمها على المسرح وهو وقف جنبها وكان مبسوط جدا واللي ما يعرش بقى فسهيلة اخدت فترة بعد ما خرجت من برنامج وقررت انها تختفي فيها عن كل حاجة كأن مرحلة البرنامج ما عدتش في حياتها ابدا وده كان غريب لان اي حد بيخرج من البرامج بيحاول يستغل شهرته اللي اخدها منه بس هي ما عملتش كده كمان اختفت من كل السوشيل ميديا بتاعتها لحد ما عدت كم سنة وقررت انها ترجع تاني والناس تشوفها بقى بوش البنت الكبيرة اللي صوتها حلوة مش الطفلة اللي عرفوها في البرنامج وقتها كانت كل حاجة في سهيلة اتغيرت طبعا شكلها وملامحها ووزنها وكل حاجة وفي ناس ما كانتش مصدقة ازاي اتغيرت كده بدأت بعدها تقدم ابتهلات دينية مخصوص معمولة ليها مش بتاعت مبتهلين قدام لا لحد ما عملت اغنية دويتو مع المطرب الخليجي علي بن محمد ودي شهرتها في الخليج العربي علشان ترجع بعدها تظهر تاني في برامج التلفزيون وتحاول انها تحقق اللي بتحلم بيه وفي النهاية وصلت انها تبقى شركة كازم السهل في اغنية وفي الالبوم بتاعه كمان واغنية الليل تبقى نقطة فارقة وكمان فاصلة في حياتها مهما مرة عليها سنين زي ما هي ما بتقول في النهاية انتم ايه رأيكم في اللي عمل وكازم معاها شاركوني برأيكم في التعليقات